في الردود اللي تلقينها والأسئلة ديال الناس ما كتقتصر شيء على المحلات يعني الكراء ديال المحلات المعدة للسكنا أو لا الاستعمال التجاري أو لا المهني أو لا الحرافي أو الصناعي بل تعدات الحواج خورا اللي هي صراحة تيعانيوا منها ناس كتار بزاف وهي كراء المأدونيات يعني القرين للسحب الطاكسيات ولاحظت فعلاً نحن رايشين في مغرب وتنعرفوها شي كامل ناس تيعانيوا بزاف وتنعرفوها شريعة كبيرة من المجتمع لا ناس تصحب القرين ولا ناس تصحب طاكسيات أو لا الكراء وكذلك كينحتوي حاجة خورا اللي هي أهم يعني لا تخلطها هي من من خطورة وهي كراء الأراضي السولالية غدي نترقل هذا الموضوع هذا إن شاء الله بإسهاب من الإنسان ومن الكراء الكراء اللي نقول فيه جميع الأسباب اللي كتأدي الفسخة العقلي الكراء يعني كلها ثم غال ندوزول هذا الشق هذا دي التاكسيات إن شاء الله لأنه يخصوا بحث كتير ويكون يعني مدقق لأنه الناس يعانيوا وفي صمت لا يستجبل المتطلبات ديالهم وغادي إن شاء الله نكونوا رأي الإشارة ديالما شكراً وما تبخلوش عننا الله يجاجيكم بخير بالأسئلة لأنه من خلال الأسئلة تتفتحنا الأمور باش أننا نبحثوا في مجالة أوسع إن شاء الله والشكر شكراً لكم